الانسان يجب ان يلاحظ الفيض الالهي التقدير الالهي لا يقدر الا في نفوس قابله اذا واحد ما تمكن في هذه الليالي ان يصل الى مستوى تلق الفيض الالهي الفيض الالهي لا يعطى لكل شخص يجب ان يحاول من الان الى ليلة 23 ان يصل الى هذا المستوى وإلا اذا هذه النفس ما الهقابلية هذه النفس ملوثة بالمعاصي والآثام هذه النفس غير جديرة بتلق الفيض الالهي الانسان يأتي في ليلة 23 وعينه ملوثة بالنظر الى الحرام واذنه ملوثة بسماع الحرام لسانه ملوثة بالغيبة والتهمة والنميمة قلبه ملوثة بالكبر والحسد والحقد وما اشبه من هذه الصفات السيئة ملابسه ملابس مشبوهة البيت الذي يسكنه بيت مشبوه يتقلب في الحرام هذا الانسان اللي احاط به الحرام من كل جانب هل يؤهل لتلق الفيض الالهي في هذه الليلة الملائكة عندما تنزل بالتقديرات في هذه الليلة على امامنا وولينا وصاحبنا الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجح بالتقدير هذا الرجل الذي يحيط به الحرام لاحظ التعبير القرآني بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته الخطيئة محيطة به والعياذ بالله من كل جانب ما هي التقديرات التي تنزل لمثل هذا الشخص لم يبقى امامنا الا قليل لليلة الثالث والعشرين الإنسان في هذه اللحظة يستمد العون من الله سبحانه وتعالى لكي يطهر نفسه تطهيرا كليا إذا يتعلق به حق من حقوق الله عليه قضاء صلوات قضاء صيام ما أشبه ذلك من هذه الحقوق الآن يطهر نفسه وإذا عليه حق من حقوق الناس الآن يطهر نفسه حتى الإنسان عندما يدخل هذه الليلة المباركة يدخلها طاهرا مطهرا ويكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة من قبل الله سبحانه وتعالى موسيقى 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 موسيقى